تغيير في سياسات تحقيق الربح من اليوتيوب والتغيير ده سيؤثر على القنوات المبتدئة في كل مرة بطلع اقول لحضرتك تحديث بكون زعلان على القنوات المبتدئة ولكن النهاردة السعادة حتنط من عيني إذا متوحد انت شمتان في القنوات المبتدئة لا 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 التحديث ده مش هيضمر القنوات المبتدئة اللي مش يا شرعي التحديث ده هيضمر القنوات المبتدئة المخالفة لان النهاردة اليوتيوب بدأ بالفعل يبعث اشعارات للقنوات بتغيير احتساب السعاد الموضوع ده انا تكلمت عنه في المتوحد فكرة من شهرين اقسم لك بالله من شهرين اتكلمت عنه اللي انتو لسه شايفينه النهاردة من شهرين في المتوحد فكرة اتكلمت عنه الاول كان اليوتيوب بيحتسبها خلال تمانية واربعين ساعة لكن دلوقتي اليوتيوب بدأ يغير مقاييس التفاعل من خلال اشعار بدأ يظهر بالفعل يوم واحد وعشرين تلاتة عشرين اربعة وعشرين نتحقق بعناية من مقاييس التفاعل في كل قناة قبل عرضها هنا لو عايز حضرتك تعرف ليه الساعات عندك بتنقص كمل معايا الفيديو ده علشان تفهم لان فيه ناس كتير جدا مش فهمة ايه اللي بيحصل لان فيه قنوات شرعية ومشة مية مية وبتعاني من نقص في الساعات فحتفهم كل ده بالتفصيل لان الفترة الاخيرة القنوات دي كلها اتأزد بسبب التحديث ده التحديث ده بدأ يظهر بالفعل ما ظهرش عندك هيظهر يعني فيه قنوات لسه التحديث ما ظهرش عنها وفيه قنوات بدأ يظهر بالفعل وحيظهر عند حضرتك في الموبايل بالشكل ده يتم عرض البيانات اعتبارا من واحد وعشرين تلاتة عشرين اربعة وعشرين لماذا قد يستغرق تعديل البيانات مدة يصل الى اسبوع علشان بنتحقق بعناية طيب القنوات المبتدئة بتعاني ليه من نقص ساعات مع انهم ماشين زي الفل عايز اقول لحضرتك ان فيه عدة اسباب لنقص الساعات او حسفها من اليوتيوب وهذه الاسباب تعود الى رقم واحد انت حضرتك ممكن حد يتفرق عليك مرة واثنين وثلاثة اليوتيوب يحتسبها وبعد كده يشيلها لان اليوتيوب بدأ يعين بشكل افضل المشاهدات المكررة اللي حضرتك بتتفرج عليها بنفسك رقم اثنين ان حضرتك تكون بتتفرج على نفسك من المتصفح الخفي او من حضرتك تفتح اكتر من يوزر او براوزر علشان تتفرج على نفسك الكلام ده كان شغال زمان انا بقول لحضرتك وداعا للمتصفح الخفي امبالح وانا بشرح لك عن الاربع تلاف ساعة مشاهدة علنية اليوتيوب ما بقاش يحتسب في بعض الاحيان المشاهدة ذات الجوضة المنخفضة اللي كنا بنزلها لمتين واربعين ومئة اربعة واربعين اليوتيوب الفترة الاخيرة بدأ يدخل بعض التعديلات اليوتيوب النهاردة بيقول لحضرتك ان تغيير السياسات قد تؤدي الى نقص في الساعات لان اليوتيوب لا يحتسبها الا بعد مرور وقت كبير جدا اي تغيير في الخوارزميات اللي قدام حضرتك تؤدي ان في نقص في الساعات وحضرتك انا متأكد ان حضرتك ما عندكش اي حاجة مخالفة وعندك نقص نتيجة التحديث اللي بيحصل التحديث هنا عام على جميع القنوات فجميع القنوات تعاني وهذه مشكلة تقنية على فكرة يعني في بعض الاحيان بيكون عندك نقص في الساعات نتيجة مشكلة تقنية ودي مشكلة تقنية حصلت بالفعل واسباب اخرى انت ممكن تعملها زي ان حضرتك تحذب فيديو او تحول فيديو من خاص من علني الى خاص او غير مضرب ده ممكن ودي الى نقص الساعات عندك علشان كده عايز اقول لحضرتك ان الفترة الاخيرة في كتير جدا بيشكوا من الساعات وعدم احتسابها انا هنا بقول لحضرتك اصبر واشتغل على قناتك وما تبصش اطلاقا للساعات كل اللي عليك تعمله انك تنشئ محتوى وتخلي فيديوهاتك مدتها طويلة لقنوات المبتدئة نصيحة خلي فيديوهاتك 8 دقايق 10 دقايق 12 دقايق فيما فوق لان متوسط مدة المشاهدة بيفرق جدا في الساعات لو عملت فيديو الفيديو ده كان دقيقة وتفرج عليك الف شخص حضرتك بالضبط زي 100 شخص اتفرجوا على فيديو 4 دقايق او 5 دقايق كاملين فعايز اقول لحضرتك ويمكن اكتر دول كمان عايز اقول لحضرتك انك تحاول على قد ما تقدر تزود مدة الفيديو بس ما تبقاش ممل الاسباب اللي قدام حضرتك دي هي سبب الفترة الاخيرة مشاكل القناوات المبتدئة وعدم احتساب الساعات ولكن في خلال الفترات القادمة اليوتيوب حيبدأ يعجل في احتساب الساعات بشكل مختلف لما الاخ اللي بيبيع لحضرتك الساعات يعرف ان كل ما يبيع لك ساعات هتقل كام واحد من حضراتكم انضحك عليه في الساعات وهو بيشتري؟ كام واحد من حضراتكم اشترى ساعات ونزلت؟ كام واحد من حضراتكم اشترى ساعات وتقال له ان السيرفر فيه مشكلة؟ كام واحد اشترى ساعات وقال لك ان التحديثات اليوتيوب بدأت تقفش الطريقة؟ كام واحد اشتغل على المتصفح الخاف الفترة الاخيرة ولم يتم احتساب الساعات؟ كام واحد عنده مشكلة في احتساب الفترة الاخيرة؟ كتير جدا من حضراتكم صح؟ معنى كده ان مش هيشتغل على يوتيوب غير الشرعي اللي ماشي صح بنسبة 100% عاوز تزود الساعات اعمل محتوى اعمل فيديوهات مدتها طويلة اعمل بصوص مباشرة اتعاون مع منشئين محتوى تانين لو حضرتك شايف ان ممكن منشئ المحتوى ده يرفض اعمل معه ريميكس وادبر انك تعمل تعاون غصب عنه وانت مش حق تنظر لي قوي لو حضرتك مش هدفك ربح في الموضوع لان ريميكس ده ممكن تظهر مع منشئ محتوى لقعدة جماهرية كبيرة وانت كمان تظهر معه لان كلمته المفتاحية كلمة قوية وحنوضح ده كله بالتفصيل واحنا بنشرح الفترة اللي جاية معنى كده ان نقصة ساعات الفترة الاخيرة اللي بتعاني منها ممكن تكون مش انت السبب فيها مش عايز اقول لحضرتك بقى ان الساعات الغير مدرجة لايتم احتسابها واللي جاية من الفيديوهات القصيرة لايتم احتسابها احنا اتهارينا في الكلام ده انا جاي اقول لحضرتك ان الفترة الاخيرة لو انت ماشي شرعي فنقص الساعات ده من اليوتيوب مش منك وعدم احتساب الساعات ده لاجل ما ان هو بتأخر بس في احتساب الساعات مش لعدم احتسابها يعني حضرتك لو صبرت حيتم احتسابها بكرة او بعد او بعد بعد يعني حضرتك لو جبت النهاردة في فيديو عشر تلاف مشاهدة وتحسب لك تلتمائة او رموعين ساعة هيحتسبو لك بعد سبعة ايام او في خلال المدة دي كلها لو انت ماشي صح وشرعي ومية مية فتعكد ان القانون ان هنا اليوتيوب هيعملك كويس ولازم تفهم ان اليوتيوب بيحتسب الساعات للقنوات اللي ماشية صح من غير اي مشاكل ولو قناتك دخلها حاجة غلط بس هنا اليوتيوب ما بيعملش كل القنوات زي بعض ما بيعملش انا لو رفعت فيديو الفيديو ده جودته 4K ما بيكملش ثلاث ثواني في معالجته لو قنات دي ده بدأت ترفع الفيديو 4K اليوتيوب بيعالجها لمدة اطول معنى كده ان اليوتيوب ما بيديش القناتين نفس السياسات ونفس الالتزام انت مرة عملت فيديو الفيديو ده كان مخالف عندك وانت خدت انظار وقناة كبيرة مش عاملاء لان اليوتيوب ما بيعملش نفس القنوات نفس الطريقة علشان كده قامش صح من البداية لان اليوتيوب مش هيرحم اي مخالف سواء هيقللك الاقتراحات او هيضمرلك القناة او هيخليك ما تحتسبش ساعات قدام او اي ساعات هتحتسبها حيتشان منها حتى لو كانت صحيح بعد ازالة القناوات او الساعات القديمة اللي كانت مخالفة يعني حضرتك لو اشتريت هتضمر قناتك قدام لمدة تقريبا سنتين او تلت سنين وحتجري وتقول اليوتيوب ما فيوش ارباحه ما عادش بيحتسبوا ساعات لان حضرتك من البداية دمرت قناتك ومشيتها شمال زي الحرامي لما يتوب اول ان يحصل سرقة كل سيقول عليه يبصوا عليه هو انت ما تبتش يقول لهم والله تبت ممكن يكون حرامي جديد بس هم بخلاص عرفوا ان ده حرامي قناتك هتبقى حرامية خد بالك على قناتك وانش صح يحترع دقائك فيك كان معاك المرجع الاول اللي منشئ المحتوى تيوم الكلام ده مش هتلاقيه في قناة تانية محدش هيشرح لك الكلام ده بالشكل ده فافهم ان الناس التانية بيكسبوا منك لما يبعولك الساعات لكن احنا بنوضح لك ازاي تعمل محتوى وازاي تشتغل وازاي تعمل نفسك قعدة جماهرية انا ما عنديش جروبات ببيع بيها ساعات ولا عندي مدير في جروب عندي بيبيع ساعات او بيتبادل او بيعمل مع حضرتك صفقات شمال انا عندي منشئ محتوى بقول له حضرتك اشتغل عن نفسك علشان تنجح شكرا للجميع